السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين متابعين الأعزاء أهلا وسهلا بكم من جديد ومع كتاب جديد من روائع الدكتور بهاء الأمير وهو بعنوان يهود الخزر سؤال هل صحيح يا دكتور أن معظم يهود العالم الحاليين لا ينتسبون إلى بني إسرائيل وإنما إلى الخزر؟ الجواب الدكتور بهاء الأمير الخزر شعب أو قبائل ظهرت لأول مرة في المناطق الواقعة شمال جبال القوقاز والمحيطة ببحر قزوين أو بحر الخزر الذي سمي بإسمهم وإن كان بعض المؤرخين يرى أن جذورهم في منطقة بحر الخزر تعود إلى القرن الثاني الميلادي وقدمت هذه القبائل من أواصط آسيا ولا تعلم أصولهم على وجه التحديد وفيها آراء عديدة أشهرها أنهم فرع من قبائل الأتراك الغربية التي أسس خاقانها بومين خان عند منتصف القرن السادس دولة كبيرة في وسط آسيا عرفت بخاقانية جوك ترك أو الأتراك السماويين وكان الخزر جزءا منها وهناك رأي آخر أن الخزر من الأويغور أو الأتراك الشرقيين ورأي ثالث أنهم فرع من قبائل الهون التي أسس ملكها أتيلا أو أتيلا أوائل القرن الخامس الميلادي إمبراطورية واسعة امتدت بين آسيا وأوروبا وحاصر روما مرتين وفرضت جزية على الإمبراطورية الرومانية وفي اسم الخزر أيضا نظريات مختلفة أبرزها أن الإسم مأخوذ من الفعل التركي قز والإسم منها قزماك ويعني التنقل وعدم الاستقرار ومن ثم فإسمهم معناه البداة الرحل أو أن الإسم مأخوذ من الكلمة التركية قز والتي تعني الجانب من الجبل المواجه للشمال فيكون المعنى أنهم قبائل الشمال إثنان إبان القرن الخامس وقع الخزر تحت نفوذ الهون وصاروا جزءا من إمبراطوريتهم وبعد انهيار دولة الهون أواخر القرن الخامس صار الخزر جزءا من خاقانية جوك ترك وسيطروا على المناطق المحيطة ببحر الخزر أي قزوين واندلعت عدة حروب بينهم وبين الإمبراطورية الساسانية في فارس ومع ضعف دولة جوك ترك وانقسامها ثم سقوطها كون الخزر في الربع الأول من القرن السابع دولة كبيرة كانت تمتد من شمال جبال القوقاز وحوض بحر الخزر وبحر بنطش أو بنطش أي البحر الأسود جنوبا إلى جبال الأورال وحوض نهر إتل أي الفولغا شمالا وكانت عاصمتهم إتل تقع شمال بحر الخزر وفي الحوض الجنوبي لنهر إتل أي الفولغا ومنذ تكونت دولة الخزر وهي على حلف وثيق مع الإمبراطورية البيزنطية في مواجهة الإمبراطورية الساسانية وبعد ظهور الإسلام واكتساح دولته للإمبراطورية الساسانية ودخول فارس في الإسلام وصلت جيوش المسلمين إلى جبال القوقاز ولو عبرتها لن فتح طريقها إلى شرق أوروبا ووسطها ولكن وقفت دولة الخزر في طريقها ونشبت عدة حروب بين دول الإسلام المختلفة ودولة الخزر بدأت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وامتدت في عهد الدولة الأموية وحتى أوائل الدولة العباسية وكانت الغلبة في أغلب هذه الحروب لجيوش الإسلام لكن دون أن تتمكن من إزالة العقبة الخزرية بل تمدد الخزر نحو الشمال والغرب وضموا إلى دولتهم شبه جزيرة القرم والمناطق الوقعة في حوض بحر أزوف ووصلوا إلى حوض نهر إدنيبر في روسيا وضموا أجزاء من بلاد المجر فأغلقوا بذلك طريق الفتوحات الإسلامية شمال القوقاز وإبان مواجهات دولة الخزر لدولة الإسلام توطدت روابطها بالدولة البيزنطية وقد وصلت هذه الروابط إلى ذروتها سنة 732 ميلادي إذ في السنة السابقة أي 731 ميلادي هاجم جيش كبير للخزر المناطق الشمالية والشرقية من ولاية سجستان المسلمة وألحق بجيشها هزيمة كبيرة وفي السنة التالية تزوج الإمبراطور قوستانتين الخامس أو قوستانتينيوس الخامس من جيشاك أو تيشاك ابنة ملك الخزر بيهار وصار اسمها إيريني وأنجب منها ابنه ليو الذي اعتلى عرش الإمبراطورية البيزنطية سنة 775 ميلادي باسم ليو الرابع أو ليو الخزاري ثلاثة إبان القرن الثاني الهجري الثامن الميلادي وفي واقعة تاريخية فريدة وغريبة تحول خاقان الخزر وأسرته وقادة جيشه والطبقة الحاكمة لمملكة الخزر إلى اليهودية ومن بعدها غير خاقانات الخزر أسماءهم فجعلوها عبرية إسرائيلية ومن ملوكهم بعد هذا التحول حزقيل ومنشة وإسحاق وهارون وابن يمين ويوسف وبعد تحول الخاقان والطبقة الحاكمة إلى اليهودية هرع اليهود من الممالك المجاورة إلى مملكة الخزر وأحاط حاقاماتهم بالخاقان وأسرته وتم افتتاح مدارس لتعليم اليهودية وتحول كثير من شعب الخزر إلى اليهودية ولكن تم ذلك عور عقود طويلة ودون أن يتحول اليهود إلى أغلبية في المملكة وجل المتحولين كانوا من الطبقات العليا التي ترتبط بالسلطة والطبقة الحاكمة وكانوا يتركزون في العاصمة إتل وقصة تحول الطبقة الحاكمة في مملكة الخزر مذكورة في مصادر عربية عديدة وكذلك في مصادر يهودية وروسية وبيزنطية ولكنها جميعا روايات متأخرة كتبها أصحابها بعد وقعة التحول بقرون ومن خارج الخزر ولا توجد مصادر خزرية معاصرة لهذا التحول أو قريبة منه يمكن منها معرفة ما حدث على حقيقته وأوفى المصادر العربية وأقدمها لقصة هذا التحول هي التي دونها المسعودي في تاريخه مروج الذهب فيقول إنه في هذه المدينة أي إتل خلق من المسلمين والنصارى واليهود والجاهلية فأما اليهود فالملك وحاشيته والخزر من جنسه وكان تهود ملك الخزر في خلافة هارون الرشيد وهارون الرشيد ولي الخلافة من سنة 170 إلى 190 هجري من 786 إلى 809 ميلادي بينما المسعودي كتب تاريخه سنة 336 هجري 947 ميلادي بعد وفاة هارون الرشيد ب140 سنة ولا يوجد في رواية المسعودي ولا في الروايات العربية عموما تفسير لهذا التحول سوى ما رواه الجغرافي الأندلسي أبو عبيد الله البكري في كتابه المسالك والممالك الذي كتبه في النصف الثاني من القرن الخامس الهجري الحادي عشر الميلادي ويقول البكري في روايته إن ملك الخزر كان وثنيا واعتنق المسيحية ثم أدرك بهتانها فنصحه أحد خاصته باستدعاء حبر يهودي وأسقف مسيحي وعالم مسلم ليتناظر أمامه فقال اليهودي للمسيحي ماذا تقول في موسى بن عمران وفي التوراة فأجاب الأسقف إن موسى رسول والتوراة تنطق بهذه الحقيقة فقال اليهودي لقد اعترف بصدق عقيدتي فسأل الملك الأسقف بماذا تؤمن فأجاب أقول إن عيسى بن مريم هو الكلمة وأنه أوحى بالأسرار بإسم الرب فقال اليهودي إنه يبشر بمذهب لا أعرفه على حين أنه يقر بأقوالي أما العالم المسلم فيقول البكري إن اليهودية رشى شخصا ما فدس له السم فمات قبل أن يصل إلى ملك الخزر وهكذا تحول خاقان الخزر والطبقة الحاكمة كلها إلى اليهودية والرواية اليهودية لتحول خاقان الخزر إلى اليهودية أكثر سذاجة من تفسير البكري والمصدر اليهودي الوحيد لتفسير هذا التحول هو رسائل الخزر التي تبادلها بالعبرية حزداي بن شبروت وكان طبيب الخليفة الأموي في الأندلس عبد الرحمن الناصر وسفيره ورأس اليهود وحاقامهم في الأندلس مع خاقان الخزر يوسف بن هارون ففي سنة 346 هجري 956 ميلادي أرسل حزداي رسالة مع تاجر يهودي إلى الخاقان يوسف يخبره فيها أنه علم بنبأ مملكة الخزر من التجار اليهود وأنه على استعداد لأن يترك الأندلس ويهاجر هو واليهود إلى مملكته وطلب منه أن يعرفه بالمملكة وكيف صارت يهودية ومن أي أسباط بني إسرائيل ينحدر ملوكها فرد الخاقان يوسف على ابن شبروت برسالة طويلة قال له فيها إن جده الأعلى الخاقان بولان ظهر له في إحلامه ملاك وأمره أن يعبد الإله الحق وفي مقابل ذلك سيبارك الإله ذريته ويزيدها ويلقي بأعدائه بين يديه ويبقي مملكته إلى نهاية العالم ثم ظهر الملاك مرة أخرى لبولان وأمره أن يشيد مكانا لعبادة الرب وأن يقود جيوشه إلى داريلا وأردبيل في أرمينيا وسوف يجد فيها كنزا من الذهب والفضة ليقيم به بيت الرب وبعد عودة بولان منتصرا من أرمينيا بنى هيكلا للعبادة وجهزه بصندوق مقدس أي تابوت العهد وشمعدان ومذبح وهي محفوظة إلى اليوم ولا تزال في عهدتي وفي كتاب الخزر الذي كتبه بالعربية أشهر شعراء اليهود في الأندلس يهود هاليفي سنة 535 هجري 1140 ميلادي من أن تحول خاقان الخزر إلى اليهودية كان في سنة 4500 من التقويم اليهودي وهي توافق سنة 740 ميلادي قبل أن يلي هارون الرشيد الخلافة ب46 سنة وجل مؤرخي الخزر من الغربيين على أن رواية المسعودي هي الأصح أربعة حاول بعض المؤرخين الغربيين في العصر الحديث ومنهم يهود تفسير هذه الواقعة الفريدة والغريبة التي تحول فيها خاقان الخزر والطبقة الحاكمة إلى اليهودية بغير هذه التفسيرات الساذجة وأشهر هؤلاء المؤرخ اليهودي المجري آثر كيستلر والمؤرخ البريطاني دوغلاس دينلوب وتفسيرهم كما نص عليه كيستلر في كتابه القبيلة الثالثة عشر أن الخزر كونوا دولة كبيرة لكنها حصرت بين إمبراطوريتين عظيمتين دولة الإسلام في الجنوب والإمبراطورية البيزنطية في الغرب وأن خاقان الخزر أدرك أن ديانته وديانة الخزر الوثنية بربرية مقارنة بالديانات التوحيدية كما أنها لا تمنحه السلطة الروحية والشرعية التي تمنحها الديانات التوحيدية للخلفاء المسلمين والأباطرة المسيحيين على الشعوب التي يحكمونها وفي الوقت نفسه كان تحول الخزر إلى الإسلام أو المسيحية يعني أن تفقد دولته استقلالها ويصبح هو والخزر ودولتهم أتباعاً لبغداد أو لبيزنطة فاختارت تحول إلى اليهودية التي ليس لها دولة ولا سطوة يخشى على دولته منها وعلى ذلك فتحول خاقان الخزر بولان إلى اليهودية كان لأسباب سياسية وليس لأسباب عقائدية أو تتعلق بالاقتناع باليهودية واعتناقها وما يقوله المؤرخون الغربيون ليس مقنعاً ولا كافياً لتفسير هذه الواقعة الفريدة ولنا عليه ملاحظات وأسباب عديدة لعدم قبوله فأولاً ليس من المألوف ولا المنطقي أن يتحول الحكام والطبقة الحاكمة وقادة الجيوش في دولة قوية ذات بأس إلى ديانة ليس لأصحابها شوكة ولا دولة وهم مشتتون في بقاع الأرض ولو لم يحدث هذا التحول لأسباب عقائدية فلا يمكن تفسيره بالدوافع السياسية وثانياً الحروب بين دولة الإسلام ودولة الخزر ظلت متصلة طوال دولة الراشدين والدولة الأموية ولكن قلت كثيراً وخفت حدتها وشراستها منذ بداية الدولة العباسية وآخر حرب كبيرة بين دولة الإسلام والخزر كانت في سنة 124 هجري 740 ميلادي وهي التي شنتها الدولة الأموية رداً على غزو الخزر لسجستان واستشهاد واليها الجراح ابن عبد الله الحكمي ورغم الهزيمة الساحقة التي أوقعها جيش الإسلام بجيش الخزر فقد تم توقيع معاهدة بينهما واستقرت الأوضاع على أن جبال القوقاز حاجز طبيعي يفصل بين الدولتين ثم اختفت النزاعات مع مجيء الدولة العباسية وفي وقت تحول الطبقة الحاكمة في دولة الخزر إلى اليهودية كان قد مضى نصف قرن دون أن تندلع أي مواجهات بينها وبين الدولة العباسية وثالثاً هذا التفسير يتناقض مع الصلاة الوثيقة والحلف الذي كان بين دولة الخزر والإمبراطورية البيزنطية التي كانت ترى في الخزر سداً أمام جيوش الإسلام والزمن الذي تحول فيه خاقان الخزر والطبقة الحاكمة إلى اليهودية هو نفسه الوقت الذي صعد فيه ليو الرابع ابن الإمبراطور قسطنطين الخامس من الأميرة تيجاك الخزرية إلى عرش الإمبراطورية فليو الرابع ولد سنة 750 ميلادي وأصبح الإمبراطور سنة 775 ميلادي وتحول خاقان الخزر إلى اليهودية يقع بين عام 740 طبقاً لرواية يهود هاليفي وسنة 790 طبقاً لرواية المسعودي أي أن هذا التحول كان والعلاقات الخزرية البيزنطية في أوجها وأوثق ما تكون وأغرب ما في وقعة التحول هذه أن خاقان الخزر اعتنق هو والطبقة الحاكمة كلها اليهودية وتعلم طقوسها وشعائرها وشرائعها على يد الرببيين اليهود الذين كانوا في مملكته وقد كان كثير منهم فيها وأسس هؤلاء الرببيون مدارس لتعليم الطبقة الحاكمة اليهودية وكنيسات ليمارس الشعائر فيها والديانة اليهودية ديانة مغلقة لا تقبل التبشير والإله فيها إله بني إسرائيل فقط وبالعرق والدم وليس بالاعتناق والإيمان وجزء من رسالة بني إسرائيل في العالم صدوا غيرهم عن الإله وتضليلهم عنه وهو ما يوجزه موشي مندلسون مؤسس حركة الحاسكالاه بعبارة واضحة صريحة يقول فيها إن أحبارنا هم آخر من يهتم بهداية الآخرين إلى اليهودية بل إنهم يرشدوننا إلى أن نصد بقوة كل من يريد أن يدخل في ديننا لأن التلمود يقول المهتدون يضايقون إسرائيل كالجرب وبنو إسرائيل لا يسعون إلى إدخال أحد في اليهودية أو أن يعتنق عقيدتهم إلا في حالة وحيدة وحيدة هي أن يكون ذلك من أجل أن يستوطنوا عقله ونفسه بغاياتهم وأهدافهم ويجعلوه مطيتهم لتحقيقها والوصول إليها وهذا عندنا هو الباب الوحيد الذي يمكن به قبول رواية إدخال الربيين اليهود لحكام الخزر في اليهودية وتعليمهم إياها وفي رسالة خاقان الخزر يوسف بن هارون إلى الربي حسداي بن شبروت يقول له نحن نرقب حكماء الفرس وبابل أي اليهود ونحن نعيش بعيدا عن صهيون وليس لدينا شيء ننتظره غير تنبؤات دانيال نسأل الإله الخالد أن يعجل خلاصنا وثمت وثيقة تاريخية وحيدة ولا شيء آخر يثبت صحة ما جاء فيها تقول إن خاقان الخزر كان يهوديا من الأصل ولم يتحول إلى اليهودية وهذه الوثيقة تعرف بوثيقة كامبريج وظلت مجهولة نحو عشرة قرون إلى أن عثر عليها المستشرق والحاخام سولومون شاختر ضمن وثائق الجنيزة في معبد ابن عزرى في القاهرة أواخر القرن التاسع عشر ونقلها إلى مكتبة كامبريج والوثيقة جزء من رسالة طويلة مفقودة كتبها تاجر يهودي خزري في القسطنطينية عند منتصف القرن العاشر الميلادي في عهد خاقان الخزر يوسف بن هارون ووجهها إلى أحد الربيين اليهود ويرجح أنه حسداي بن شبروت الذي كان يرسل مبعوثين يهود من الأندلس لجمع أخبار الخزر ودولتهم والرسالة نشر فحواها المؤرخ دوغلاس دونلوب أو دينلوب في كتابه تاريخ يهود الخزر وفيها أن ملك الخزر يهودي من البداية لا أنه تحول إلى اليهودية وأنه لم يكن من نسل حكام الخزر بل كان من أسرة يهودية من اليهود الأوائل الذين قدموا إلى بلاد الخزر ثم صار قائد الجيش فقام يهود بلاد الخزر وقرروا جميعا نفذ خلافاتهم وشرع يهود من بغداد وخراسان وبلاد الروم بالقدوم إلى بلاد الخزر وجرى تأسيس الخاقانية وتغيير اسم قائد اليهود إلى صابريل وأصبح أول ملوك الخزر وما تتفق فيه وثقة كامبرج مع المصادر الأخرى أن اليهود كانوا موجودين بكثرة في دولة الخزر من قبل تحول حكامها إلى اليهودية وأنه كان لهم نفوذ كبير فيها وأن نظام الحكم في دولة الخزر كان ثنائيا بين الملك والوزير أو قائد الجيش وأن التحول إلى الخاقانية وانفراد الخاقان بالحكم كان مع تأسيس أسرة صابريل ووصولها إلى حكم الخزر والمسألة التي تنفرد بيها وثقة كامبرج هي أن مؤسس خاقانية الخزر وأول خاقاناتها كان يهوديا هو وأسرته وصعد إلى عرش الخاقانية بمعاونة اليهود وأسرة زوجته سارة اليهودية خمسة أواخر القرن التاسع الميلادي وخلال القرن العاشر ضعفت دولة الخزر ثم انهارت وفقدت نفوذها ومعظم أراضيها أمام زحف قبائل الروس أسلافية عليها ومع انهيار دولة الخزر ثم سقوطها في القرن الحالي عشر هاجرت جماعات كبيرة من الخزر إلى المجر وإلى المناطق التي صارت بعد ذلك جزءا من روسيا وبولندا وهو ما دعا بعض المؤرخين أشهرهم أرثر كيستلر في كتابه القبيلة الثالثة عشر إلى القول بأن تجمعات اليهود الأشكناز الكبيرة في روسيا وبولندا ليسوا ساميين من بني إسرائيل بل هم من نسل الخزر الذين اعتنقوا اليهودية ثم تفرقوا في بلدان أوروبا بعد سقوط دولة الخزر ودعم كيستلر رأيه بعقد مقارنات وعرض نتائج دراسات عن التشابه والفروق بين اليهود الأشكناز والسفرديم وبينهم وبين شعوب بولندا وروسيا ذات الأصول الخزرية وجل مؤسسي الدولة اليهودية في القرن العشرين وقادتها والنخبة الحاكمة فيها من الأشكناز وهو ما يعني أنهم ليسوا من بني إسرائيل وهذه النتيجة حملت بعض العرب على تبني فرضية كيستلر وغيره من المؤرخين عن الأصل الخزري ليهود شرق أوروبا من أجل أن يكون ذلك أحد وسائل الطعن في الدولة اليهودية وإسقاط الدعامة التي بنت عليها شرعيتها عند الغرب وهي أنها الوطن القومي التوراتي لبني إسرائيل ورأينا في دعوة أن يهود شرق أوروبا ينحدرون من الخزر وليس من بني إسرائيل أنها دعوة تصح إجمالا وكفرضية نظرية يجب بحثها لإثباتها أو نفيها إن أمكن ذلك ولكنها لا تصح تفصيلا ولا للتطبيق في الواقع دون إثبات فلا يصح إطلاق هذه الفرضية وتعميمها والقول إن جميع التجمعات اليهودية في روسيا وبولندا من الخزر دون تمييز ولا دليل ولا أن جميع من اشتركوا في إقامة إسرائيل ويحكمونها من الخزر ولا أن واحدا منهم بعينه كذلك والصحيح أنه يمكن أن يوجد في هذه التجمعات وفي قادة إسرائيل من هو من نسل بني إسرائيل ومنهم من هو من أصول خزرية ولكن لا توجد وسيلة حقيقية ونزيهة ومبرأة من التحيز لتمييز هؤلاء من أولئك لأسباب متعددة منها أن اليهود كانوا موجودين في روسيا وبولندا والمجر من قبل أن تنهار دولة الخزر ومنها أن اليهود الصرحاء ومن نسل بني إسرائيل كانوا موجودين بكثافة في مملكة الخزر من قبل أن يتحول خاقانها بولان وطبقتها الحاكمة إلى اليهودية وبعد هذا التحول تدفق اليهود على بلاد الخزر من بلاد الإسلام ومن العراق تحديدا كما نص المسعودي وغيره من المؤرخين العرب والعراق بؤرة بني إسرائيلية عريقة منذ السبي البابلي وتدفق اليهود كذلك من الإمبراطورية البيزنطية على بلاد الخزر خصوصا مع اضطهاد بيزنطة لهم وإجبار بعض أباطراتها اليهود على التعمد والتحول للمسيحية وفي رواية المسعودي في مروج الذهب عن تحول ملك الخزر إلى اليهودية أنه وكان تهود ملك الخزر في خلافة هارون الرشيد وقد انضاف إليه خلق من اليهود وردوا عليه من سائر أمصار المسلمين ومن بلاد الروم وذلك أن ملك الروم في وقتنا هذا وهو سنة 332 هجري 943 ميلادي وهو أرمانوس نقل من كان في ملكه من اليهود إلى دين النصرانية وأكرههم فتهارب خلق من اليهود من أرض الروم إلى أرض ملك الخزر والإمبراطور البيزنطي الذي ذكر المسعودي أنه أجبر اليهود على الاعتناق المسيحية ففروا من الإمبراطورية إلى دولة الخزر هو رومانوس الأول لكابينوس الذي صعد إلى عرش الإمبراطورية سنة 920 ميلادي ومعنى كلام المسعودي أن الجسم الرئيسي لليهود في الإمبراطورية صاروا من الخزر ومن هذه الأسباب أنه رغم تحول الخاقان والطبقة الحاكمة إلى اليهودية فلم يجبروا عموم الخزر على اعتناقها ومن ثم لا يمكن افتراض أن جل اليهود في المملكة كانوا من الخزر المتهودين ورغم كثافة اليهود في مملكة الخزر نسبيا فلم يكونوا أغلبية وعند منتصف القرن العاشر الميلادي زارت جغرافي والرحالة الإستخري مملكة الخزر وكانت في أواخر عهدها ووصف عاصمتها إتل وأهلها وصفا تفصيليا في كتابه المسالك والممالك فيقول والخزر مسلمون ونصارى ويهود وفيهم عبدة أوثان وأقل الفرق اليهود وأكثرهم المسلمون والنصارى إلا أن الملكة وخاصته يهود ومن هذه الأسباب أنه لا بد لبعض الأصباط من الاحتفاظ بأنسابهم والوثائق التي تثبتها لأن ذلك يتعلق بمسائل شديدة الأهمية في الديانة اليهودية فالكهانة في بني إسرائيل لا تكون إلا في سبط لاوي ونسل هارون ولذا لا يقبل الربيون والحاخامات أن يدخل أحد من اليهود في أي مكان من العالم في الكهانة ويصعد سلمها إلا إذا كان يمتلك ما يثبت أنه ينحدر من سبط لاوي ونسل هارون وكذلك سبط يهود لا بد من احتفاظهم بالوثائق التي تثبت نسبهم عبر التاريخ لأنه سبط الملوك والهام شيحاه وكذلك ملوك الدولة التوراتية الموعودة لا بد أن يكون من سبط يهود ومن نسل ذاود والدولة اليهودية الحالية لا يسري فيها ذلك لأنها ليست دولة التورات بل هي دولة وظيفية مؤقتة مهمتها جمع اليهود وقيادتهم لحين مجيء الهام شيحاه وحتى اليهود الأخفياء مزدوجوء الهوية مثل المارانو والدونما كانوا يحتفظون بأنسابهم في كتب خطية ويتورثونها سرا 6- أما من يتعلقون بهذه المسألة من العرب فهم كعادتهم يتعلقون بالأوهام ليعوض بها عجزهم عن الفعل لأن المسألة في حقيقتها عقائدية وتتعلق بالديانة وليست مجرد مسألة علمية تتعلق بالنظريات الأنثروبولوجية ولا بالدراسات والبحوث الجينية ذلك أن اليهودية هي الديانة الوحيدة التي يرتبط فيها الدين والعقيدة بالدم والعرق لأن الإله فيها إله بني إسرائيل فقط ومن ثم فالرابطة بينه وبينهم هي الدم والنسب وليس الإيمان والطاعة واليهودي هو الذي يعتقد ذلك وأن دماء بني إسرائيل المقدسة تسري فيه ويسعى من أجل إعادة بني إسرائيل إلى أرضهم التوراتية وإقامة الهيكل سواء كان من بني إسرائيل حقا أو لم يكن وعلى ذلك فالعلاقة بين بني إسرائيل واليهود واليهودية لها عدة صور الأولى هي من كان من بني إسرائيل فعلا ويعتقد أن قداسة دم بني إسرائيل هي ميزان التفضيل والإصطفاء الإلهي وأن الإله لهم وحدهم ويسعى لإقامة الهيكل وينتظر ألهام شيحاه فهذا بني إسرائيلي بالدم ويهودي بالعقيدة والصورة الثانية هي من تسري في عروقه دماء بني إسرائيل ولكنه لا يعتقد قداستها بل يؤمن أن الإله رب العالمين وأن الإصطفاء بالإيمان والطاعة وأن عصيان بني إسرائيل نقل الرسالة منهم إلى النبي الخاتم وأن عفو الإله عنهم باتباع هذا النبي فهذا بني إسرائيلي بالدم ولكنه ليس يهوديا من جهة العقيدة والديانة والصورة الثالثة هي من ليس من بني إسرائيل بالدم والنسب ولكنه يعتقد في نفسه أنه من بني إسرائيل ويسعى في تحقيق غاياتهم فهذا ليس بني إسرائيلي بالدم ولكنه بني إسرائيلي ويهودي بالاعتقاد وهذا البني إسرائيلي بالاعتقاد هو في أهدافه وسلوكه كالبني إسرائيلي بالدم والنسب ولا يمكن تغيير موقفه من بني إسرائيل ونظرته لغيرهم من الأمم ولا منعه من السعي في غايات بني إسرائيل إلا بتغيير عقيدته وتكوينه النفسي والذهني دكتور بهاء الأمير القاهرة الثاني عشر من رجب 1440 هجري التاسع عشر من مارس 2019 ميلادي